محلة جدك في محلة جدك لليوم بش نحكيه على برش ابنات اللي يكونوا محتاجين للترتيب ليدين سيحتو مع تبديل التقص وقالت اللهوة يوليو ليدين شايحين وحتى من لولهم ساعات يولي اغمق شوية حتى بغبوغ لكو لغد لبوم تاعنا احنا هيك عليه اليوم قلت نحكيه شوية على طرق تبيعية لترتيب ليدين اول خلطة هي خلطة الزيت زيتونة والقارس مغارفة زيت زيتونة ومغارفة قارس نخلطوهم بعضهم ممليح وان خفوهم شوية كنزيدوهم تليف صغيرة مين واخسل بيهم يديك قبل ما ترقد وفي الصباح تخسلهم ممليح عاود لحكاية هدية برش مرات في الجمعة وتفكرني طريقة اخرى هي الفازلين مع الماء الورد مع عصرة قارس كيف كيف تخلطهم لكل مليح مليح تدهن بيهم يديك وتستنى نصيف ساعة ومن بعد تنجم ترقد بيهم وكأنهم ارتب كي بول بيبي ومن بعد تنجم ترقد بيهم عادي هكاكا وتخسل يديك في الصباح اخر خلطة هي خلطة ابيض العظم والاحليب تخلطهم مليح مليح مع بعضهم وتدهن بيهم يديك مرتين في الجمعة على الاقل الطريقة الاخرانية هذه مش الترتيب ليدينة كهو اما زادة لتنحية التجاعد مليدين ودي ما نقول كل واحدة وشنوة ترتاح والشنوة ينجم يمشي معاها وسا دي بون هي والطريقة اللي تساعدها واللي تواتيها واللي اتنجمها كانت هذه محلة جدك ليكم لليوم نتلقاها وغدوة ان شاء الله في محلة جدك الجديدة محلة جدك محلة جدك اشتركوا في القناة